سمكة الشعور وجزء التاني وجزء ده هنتكلم فيه عن موعيد اللي هتروح تصطط فيها سمكة الشعور بمن اننا داخلين خلاص على سمكة الشعور على الاعتاب وبداية الموسم موسم جميل علينا كلنا ان شاء الله سمكة الشعور يا جماعة لما بتيجي من المحيط بتجمع هنا في مصر بتجمع من كذا مكان انا مش هدخم عليك الشرح وهبسط عليك الشرح عشان خطر تفهمه فرضا مثلا شوية يجي من السودان وشوية يجي من هنا شوية يجي من هنا المهم يبقوا مصراب ومجموعات ماشيين مع بعضيهم بيروحوا مثلا استهدفوا ارض مثلا ارض الغرداء ليه بيستهدفوا ارض الغرداء هنتكلم في الكلام ده دلوقتي طبعا هم بيماشيين عبارة عن اسرب ومجموعات كبيرة بيبقى في النص اللي نتي وعالاطراف برا الدكورة وفي المقدمة الدكورة الاقوية بيبتدوا ياخدوا الطريق ويطلعوا على فين على الارض بتاعتهم لما بيوصلوا ارض الغرداء ان شاء الله بالسلامة عايزين يستهدفوا الارض الجزو او الارض اللي هي بيبقى خشنة الارض اللي هي فيها خشونا في الارض تحتيها مش الارض طبعا اللي هي فيها صخور عشان خاطر يبخ فيها البيض ويردم على البيض بتاعه والبيض بتاعه هو بيبخه وما يمسك في الارض ما يترش من الارض بالبلة دي كده خلاص بيبقى النتي في النص والدكورة حوالي النتي والدكورة الاقوية قدام طبعا الدكورة اللي قدام دي بيبقى لها وظيفة والدكورة اللي حولها دي لها وظيفة واللي في النوتي دي بيعمل برضو وظيفة معينة النوتي اللي في النص ده مش هيبخ البيت بتاعه إلا بعد مثلا البدر بعد الأمراية في درجة حرارة تتحقق معينة إيه هي؟ يعني النهاردة البدر مثلا بعد البدر درجة الحرارة بتاعته اللي هتحقق من 14 ل 16 لما المية درجة الحرارة توصل من 14 ل 16 تبتدي النوتي يتبخ يعني إيه الكلام ده؟ سبعتاشر لأ. درجة الحرارة لما تتحقق في الماية سبعتاشر لستاشر. ايه اللي بيجرى? يتم جاية النوتي بخى البيت. وتم جاية تطلع البره. يمدخلين الدكورة عاملين تلقيح للبيت دوت. خلاص. النوتي طبعا لما ببخ الترد مع البيت. بتغطي بتعمل طبقة خفيفة عليه من فوق. ويتم دخلين النوتي عاملة عاملة تلقيح. للا اه? عاملة تلقيح. تلقيح ايه? خارجي. لما بتلقح البيت ده النوتي او ما بتلقح البيت ده مجرد عملت التلقيح مثلا اللي قلنا النوتي خد تلت ساعة فعملت البخ وده وطلع لبرة والدكورة اللي هي على البرة دي داخلت جوة في النص وعملت هي عملت التلقيح خليت تلت ساعة كمان يبتدي النوتي تطلع بتوحش تاكل بص جبروط طلع بياكل منهاش ده بقى بالعمل الجوية بقى عمل الجوية كميزة وحشة بتطلع ايه بتكون معك هنا بقى عمل الجوية بتأثر قدام شوية بتأثر يعني انت عندك مثلا ممكن سمكة اتمنع يقول لك سمكة امنع عشان خاطر فيها في حاجة حصلت لا بيبقى بقى ايه بيبقى فيه 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 طوارات مائية مش مزبوطة فيه جو مش مزبوط فيه حاجة مش مزبوطة بس بيرجع اياكل تاني لما الماء بتزيب التاني في اعلى مادة وفي اعلى جازر تاني يبتدي السمكة ايه تزيب التاني طيب هنتكلم في القصة دي في حلقة تانية خلينا دلوقتي ايه في القصة يبقى انت تفهم من كلامي ان فيه دكرة بتبقى محوطة النوتي الدكرة دي هي اللي بتعمل عملية التلقيح للبيض والنوتي بتققى في النص والدكرة الاقوية بتبقى يقع على الطرف والنوتي ما بيبخش الا من درجة حرارها تحققق من ايه من اربعتashi لاستاشر طب هل الدكرة بتاكل في الانطبع وفي انت دكرة بتاكل فترة وكلها اللي انت دكرة ما بيفيش بقى بيض بتاكل فممكن انت تتحاجز رحلة ديقول لك رحلة يوم ستاشر يوم خمستاشر يوم عشرين على حسب بقى الرحلة طلعين نستهدف الايه نستهدف الشعور تطلع في الرحلة دي تستهدف الشعور تلاقي الشعور اصلا ما كلش معك تاخد دقارين تلاتة قولك السجاج السنة دي ضعيف السنة دي مفيش طبعا هو 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 قال لي جامد بسبب السمية بتاعة الماية لان الماية اصلا فيها معادن سقيلة وطبعا اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي اللي هو اللي 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 عوالق اللي هي الهائمات اللي موجودة في الماية اتأثرت جدا جدا بالتعاديات اللي على المياه طبعا موضوع ده انا هامل موضوع عليه وهكلمكم عليه تأثرت على المياه فطبعا الحاجات دي كلها لما تأثرت أثرت في السمكة نفسها بالنسبة لا بقيتش تيجي من الكمية الاولانية لان المياة بتاعتنا اصلا بتادت تتأثر من زال الاول السميّة بتاعت المياه زادت بسبب ان in في معادل سقيلة زادت في المياه والتاديات على البيئة وباتاديات على الحال بيئية كل ده اثر في السمكة طيب تفهم من كلامي ان السمكة ديت عشان تيجي هنا الارض بتاع الغردقة لازم تحت اه شروط معينة عشان تاكل. درجة حرارة معينة اه درجة برودة معينة تتحقق. وصل درجة البرودة دي يبتدى عملت التخصيب بتتمي بطريقة ايه مرتبة? سبحان الله ازاي ما تفهمش هو رب رسحة تعالى مرتب الموضوع دوت. فعشان رحلة انت تطلحها كده ارتجالي. انا طالع للشعور من غير ما حد يكون فيه انا الشعور بياكل واحد تصل بك قالك شعور بياكل تعالى وانا واخد منه فرش واخد منه واخد منه واخد منه يبقى انت كده بتعمل عملية ايه مغامرة? وانا كده اجرى على الله انا وصلت لك المعلومة ولو حد عنده اي استفسار في المعلومة ينقشني فيها انا تحت امر حضرته يعني عايز ينقشني على العامة انا تحت امره وانا ما فيش اي مشكلة المعلومة واظبوطة ازاي الفل ما فيش مشكلة. السمكة مش هتاكل الا في ظروف معينة فمن فعش تطلع تستدفع قبلها بعشرين يوم ولا بتلاتين يوم. حياتي ليكو لو حد فهمني في اي معلومة غلط ممكن اكون مقدرتش اوصل المعلومة لحد فيكو يكلمني في تعليقات وانا وضح لوجهة نظري وانا تحت امركو جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.